اشتركوا في القناة بمقطع فيديو قصير يعرض اسلحة سرية من جيل التالي قيد التشغيل وعلقت بالقول عندما يتعلق الامر بتجهيز المقاتل الحديث فالقليل هو بالتأكيد الاكثر حيث يعكس ان جي اس تابليو نيكس جنوريشن سكواد ويبن الخاص بشركة اكثر من 15 عاما من افكار وخبرات جنود في الخطوط الامامية مع تحسين القدرة على المناورة وزيادة الاداء وبوزن اجمالي اخف للنظام وستحل اسلحة فرقة جيل التالي ان جي اس دابليو في تصميم البندقية ان جي اس دابليو ار والبندقية الالية ان جي اس دابليو اي ار محل الرشاش الخفيف ام تو هندرد فورتي ناين والكاربين ام فور اي ون والذي تستخدمه قوات القتال القريب في الجيش الامريكية وسيطلق كل من ان جي اس دابليو ار وان جي اس دابليو اي ار رصاصا من عيار 6.8 ميلي مترا فالبرنامج الان في مرحلة تنافسية بثلاثة نماذج من قبل ثلاث شركات متنافسة اساسية على المناقصة هي اس اي جي سور و او تي اس و جنرال ديناميكس و تيكسترون سيستمز واثنتان من شركات تطوير انظمة التحكم في اطلاق النارة هي فورتيكس اوبتيكس و اثري هارس وبالنسبة لنموذج تيكسترون ووفقا لمصادر عسكرية مطلعة فقد قدمتها شركة تحديثا لنسختها من نظام سلاح فرقة جيل التالي الذي يتنافس حاليا ضد جنرال ديناميكس او تي اس و اس اي جي سور لتجهيز قوات القتال القريب في الجيش الامريكية ومن الممكن تجهيز قوات المارنز ايضا مع عائلة جديدة من الاسلحة من عيار جديد تماما وهو 6.8 مليمتر ولكن تيكسترون لن تفعل ذلك بمفردها فقد تعاونت مع هيتلورانت كوخ و وينشستر وهم مركزان اخرى لتصنيع الاسلحة الصغيرة في الولايات المتحدة الاول الماني الاصل والثاني امريكي بحت فالن جي اس دي بليو هو برنامج طموح في كل من نطاق الاستخدام والجدول الزمانية فمن المفترض ان يحل سلاح جديد محل ام فور كاربين وام تو هندرد فورتي ناي سكواد اوتوماتيك ويبين وكلهما يستخدم رصاصا من عيار 5.56 مليمتر وتكمن المعضلة الحالية لجيش الامريكي ان الاعداء والمنافسين يستخدمون اسلحة بعيارات اكبر وببديات اكبر فقد تم تطوير الرصاص الجديد من عيار 6.8 مليمتر خصيصا ليس فقط لزيادة النطاق ولكن ايضا لزيادة كمية الطاقة المنصبة على الهدف فهذا العيار له اداء مماثل للرصاص التجاري من تراز وهذا العيار سوف يزود الجنود بقدرات اكبر من اسلحة القوات المنافسة كالجيش الصيني والروسي بالاضافة الى ذلك الهدف من المشروع هو تخفيف وزن النظام باكمله والاسلحة والذخيرة بنسبة 20% عن الاسلحة المستخدمة حاليا ويتمثل الانصر السري في النموذج الذي تقدمه تكسترون في ذخيرة الكيستيليسكوبت الجديدة ويسمح هذا التصميم للرصاصة بغلاف المقذوف الذي يلف كل الرصاصة المحاطة بالبرود التافع من كل جهاته بان يكون اقصرا من ذخيرة الاسلحة الحالية هذه الذخيرة ليست خفيفة الوزن فحسب بل تسمح ايضا بنظام تشغيل جديد تماما يغطي ويدفع الرصاصة بدون اطار او ما يطلق عليه فريملس للامامة طوال دورة اطلاق النار فالتصميم الجديد يقوم بتحمل عبء الحمولة الباليستية للذخيرة اثناء اطلاق النار بدلا من ظرف الرصاصة ويتوسع ظرف المصنوع من البوليمر ايضا قليلا اثناء اطلاق النار هذا هو مفهوم بندقية ان اس جي دابليو ريفل من تيكسترون سيستمز اطلق عليه البرنامج في البداية اسمه كاربين لكن معايير الاداء الذي يبحث عنها الجيش تحتاج الى سلاح بالحجم الكامل ومن ثم اطلق عليه بندقية فقد تم تصميم البندقية الالية التي تلقم بحزام ذخيرة لتحل محل سلاح الفرقة الالي الحالي او ما يطلق عليه الاس اي دابليو وبدأ تطوير التكنولوجيا لانظمة تيكسترون من دوحة وهلي خمسة عشر عاما مع عمل الشركة الفرعية دابل اي اي على تطوير تقنية الاسلحات الصغيرة خفيفة الوزنة وبهدف خفض وزن كل من السلاح والذخيرة مثل جهد الان جي اس دابليو الحالي قاموا في البداية بالعمل مع عيار 5.56 ميلي متر ثم انتقلوا الى عيار 7.62 ميلي متر واخيرا اصدار بعيار 6.5 ميلي متر فبمجرد ان بدأ البحث عن سلاح جديد توصل الباحثون الى ان هناك حاجة لرصاص متوسط بين العيارين 5.56 وال7.62 وعندما قرر الجيش ادخال بدائل الام 249 والام 4 بدأ برنامج اللايتويت سمول ارمز تيكنولوجيز الاس اي تي كنقطة انطلاق طبيعية ثم تمت الاشارة الى التطوير الاولي باسم ان جي اس دابليو تي وبعد ذلك اصدرت قيادة المشروع للبندقية المستقبلية اشعارا لستة شركات للمشاركة وكانت بالطبع شركة تيكسترون من اول المشاركين في المشروع وحتى الان ركزوا على المعلم الاول للمشروع وهو اختبار نموذج اولية حيث تم تقديم ثلاثين سلاحا خمسة عشر من كل نوع ومائة وخمس وثمانون الف طلقة من الذخيرة لدعم الاختبارة تشير المعلومات من وزارة الدفاع الى ان مكتب برنامج البندقية الجديدة يواصل المضيق خدما في هذا الجهد الاولوية الان على رمي من جائحة كوفيد ناينتين مع الاختبارات الفنية المستمرة في مركز الاختبار وتأكد تيكسترون انها مستعدة للتسليم وفقا لجدول الزمني الحالية وحتى انها على استعداد لتوسيع نطاق متطلبات الجيش للاستخدام الاولية ففي الواقع هي وثقة جدا فهي تعمل بالفعل على تطوير كل من رصاص السي تي كي ستيلسكوبت الفارغ وكذلك رصاص التدريب الخلاب كما ان الشركة تتلقت تعليقات مباشرة من الجنود حول بيئة العمل وشكل السلاح وقدراته وكذلك نقاطا لتعديل ما هو موجود في دليل السلاح المتاح لجنوده تقول تيكسترون انها تقوم بدمج هذه التعليقات جنبا الى جنب مع البيانات الواردة من موقع ابريدين للاختبارات حول موثقية السلاح الاختباري الاولية وكذلك اختبار الاداء في نموذج جزء الثاني من المشروع الذي يتطلب تسليم ثلاثين بندقية وثمانين وعشرين بندقية آلية وستمائة وثمانين الف رصاصة ذخيرة ومن المثير للاهتمام انها تيكسترون قالت ان وينتشستر صنع الذخيرة السي تي محليا باستخدام الات تصنيع الذخيرة القياسية وهذا يعني انه على الرغم من ان شركهم في البرنامج وينتشستر يدير الان مصنع الليكستي للذخيرة التابعة لجيشه الى انه لن يتطلب استثمارا ضخما في التكنولوجيا الجديدة في حال فوزهم بالمناقصة